حالتين لنجوم أي والنهاردة بعد ما اعتزلوا ودخلوا في العمل الإداري وشافوا الصورة من برة اعترفوا بإيه الكابتن حسن مصطفى بقول لك أنا كنت ضرب بوزه لدرجة ان احتديت أنا وجو سي وكنت برفض تعليماته ومن كتر كده سأت علاقة بيه وانتهى الأمر ان غادرت النادي الآن أنا كنت غلطا طبعا النهاردة لما بقى مدرب ومسؤول شاف الصورة من برة لا لأن هو 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 جوسي اللي طلبوا ولما قلنا له انت كنت طالب باكريت جاب حسن مصطفى ليه جبتم من الانتحاد أفتكر اه جبنا من الانتحاد هو كان ابن نادي الأهلي طورهم فقال ده هي ويل بي ماي فلاج حيب العالم بتاع ده الحل اللي حيخلينا أقدر أحرك لعيبة تانية ولعيبة باكريت ولعيبة واخدوا اللعيم الوحيد وشالوا على كتافه وراح بين الجمهور في أول تمرين له ياه ايوه اه عشان يديله دعا مانويل شال اللعب ده على كتافه ما هو بس يبدو ان فيهمها غلط بقى ايوه لما ابتدى مانويل يطلب منه تلطى الرجليه بقى اه تعليمات لا اه ده انا ده بتشل او شل تاني اه ففهم غلط بس بيعترف هذا الغلط وبينعل خبرته للناس تاني بقى مهاجم مواعد جدا كان اسمه أحمد حسند رجبة اهه مكسر الدنيا هو في المحل ايه جند الأهلي توسم فيه في وقت الآلي مدجج بالمهاجمين ايه لكن دايما كان بيجاهز الصفوف فجابه فانا انزل التمرين كنت اتفرج ساعات كده من جوه الملعب في التمرين ايه لان قطي كان تحت المضر جنب قدته الكورة ايه قال ايه مباوز فرحت هنا ده له مرة قطل له الطريقة اللي انت بصص في الناحية التاني مباوز دي اللي حتفيدك هتعزز شعور الإحباط عندك ايه وحتعزز شعور الغضب عند المدربك لان ده نوع من الاعتراض السلبي السخيف ده زي واحد في البيت حد بباوز له ايه ما يقدرش الدنيا تمشي كده اه فقدر مباوز حتى خد كلامي هون باوز النهار ده سمعت له اكتر من حديث انا غلط ان انا ما فهمتش الامور ماشية ازاي وكنت بباوز وبامطعد وبارفض الوضع خدش اتحدى ولما تلعب اركب انت عندك قدرات ملقى لاجابك ليه دي نصيحتي للعيم ازا كان عنده ثقة في نفسه لكن لا فهم ان هو جاي عشان الناس توسع الوسع يا ابني احنا جبنا فلوان مش هيحصل انت عندما تدخل نادي يسعي لبطولة انت في منافسك عليك انك تثبت ان انت الافضل بالضبط كده هو راجل عنده فرقة مستقرة اول ما تجيلك الفرصة لا ده هو ده ما مايتغيرش وده اللي كان بعمله واحد زي فايس اما اتكلم مع ثابت البطل قال لي ان اتنين لعيبة غيرت رأيي فيه لما جيت كنت بلاعب الكامتن شو بير فثابت قال لي تتلعبنش ليه وقال له لاني لقيتك داني مرا واحد في المنتخب ازاي تجاك فقال لي ثابت البطل ما انبسطش بس قاعدت مرا لدرجة ان انا بقيت عايز اروح اعتزله لما لعب غير روجة اتنظر فيه فاعتزرت له لا انت فعلا جول كبير التاني كان بسميه ترينيج ماشين ما كان التدريب وكان لسه طالع قال لي ده كل تمرين لو بتعمل معايير كل تمرين بدون مبالغ كان يزيد مين بقى التاني ده اللي ماكملش الموسم سافر واحترف هاني رامز هاني هو ده اللي عيب ده اللي ينجح ايبا فاذا عايزين تبقوا كده تعملوا زي الناس كده عايزين بقى تبوزوا وتفردوا كلمتكو محدش هيده ريفرد كلمتو لا على مدرب ولا لا نادي الا فلندية اللي تعيش الفوضى ممكن اي لعب يشعر بالزعل والغضب طبيعي انه متغير من الطبيعي ده جدا حط غضبك في التمرين في النهاية بس اول حاجة حول غضبك الى طاقة ايجابية تتمرن جامد علشان تثبت ان انت الافضل وان انت الاحاء لكن اي سلوك خارج خضبك اللعيبة بالذات النجوم واللعيبة في الدورة الممتاز انتو في درجات كتيرة تحت ولعيبة كتيرة وصغيرة هتعمل اللي انتو بتعملوه فكل قرار فيه رفض وفيه امتعاض وفيه استياء ايه نقطة مهمة دي يا براية انت بتصدر رسالة لكل الدرجات وكل الاعمار انت قدوة بتكون لاعب في فريق كبير اه كله على حجمه يعني اللعيب ده هو قدوة الناس تانية من النشرين كتتمنى فرصته صحيح فهو واحد وعشرين سنة ده صحيح صحيح ولازم يكون اللعيب كويس ايه وبيلعبه في دور ربطة لايه عشان يشوفه كافل دور المحترفين هو لما سحبه عايز يوصل له رسالة انت مش ناجل تعمل لفمزاجك المرة جاء لما لعبك اعمل وحده خدها بالمعنى ده ايه وتروح لما لعبك عايز نعمل ايه انا ما خدتش بالي البر الجاية ايه ما هتضربه هتوعلن اعتزالة وما حدش هيتعيل عليك على فكرة قرار اعتزاله المفروض ما يمنعش ادارة المنصورة من قرار عقابي وهي الفكرة مش فكرة انه هو صغير فكرة يا جماعة فلسفة العقاب في حد ذاتها ايما على الرد لو كل لاعب بنعقبه او كل حد مخطئ وترشيخ نظام خطأ كبير زي كده تيجي تاخدك العواطف واصله مصلحته واصله اسرته والكلام التطيبات اللي بنسمعها دي بتعطل العقاب هدفه في الاساس الردع علشان ما يتكررش لانه لما ده يسمح له ان انت هتوقفه مطشين تلاتة ويرجع يلعب لا خد من ده كتير بعد كده الردع مطلوب جدا وزي ما قولتلكو كرة التلجي بتبدأ من فوق احنا اللي بنصدر رسالة سلبية واعلامنا عليه دور كبير جدا في رفض كل هذه التصرفات غير المحترفة وغير المحترمة ايضا